حي الله الجميع ونكرر الرقم ديالي 06 ديالنا قلت لك أن الجن ما كيتحييت شبرقهم فهمين يمزيان أختي وفهمين يمزيان أخويا للتذكير فقط الرقم ديالي 06 092-17-13 الجن كيتحييت بالتقرب إلى الله الجن كيتحييت بالتقرب إلى الله الجن ما كيحيلوش لك الراقي هاي قدرت بشعن راقي غادي يرقيك عجي عندي أنا متى خلوه إحنا الرقم تبعد عجي عجي عندي أنا عندي لك الرقم عندي لك الرقم لديك سبب يستر الله ذاك الجن لي فيك خرج على يدي فذك فضل من الله قد أصيب وقد أخطئ ما يسترش الله أن الله سبحانه وتعالى ما زال ما أدنش لك بالشيفاء أنك من كبتش عند راقي الراقي كيدل معك الأسباب الراقي كيدل معك الأسباب كيدل معك برامج علاجية كيدل لك الرقم الشرعية وكيشوف الحالة ديالك كيفاش غادمزي واش غادمزيان ولا لا تبعتي مع راقي واحد عتوصل وحد نتيجة زوينة في العلاج شفاء بيد الله أبقيتك أتنقذ عند الرقمات من هذا الهذا 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 لم يجاوبتوش خيالي سلف واتساب 06-09-82-17-11 الله رحم لكم الوليدين منك البشي عند راقي كيدل معك الأسباب كيحاول معك في العلاج بإذن الله إذا أصاب فمن الله وإذا أخطأ فمن نفسه ومن الشيطان لأن الراقي الراقي توا عبد عبد ضعيف وكلنا مذنبون وكلنا خطأون وخطأون التوابون منك البشي عند راقي فانت كتقصد أهل الاختصاص كبشي تدير حجامة عند أهل الاختصاص كتدير فطنرية عند أهل الاختصاص كتدير كيريوبراتيك عند أهل الاختصاص ما يمكنش أنت يخضار وعادي بشي تولي يكزار إلا لم يكنش مختص في واحد الحاجة اللي هي تكزارت أو لا تخضارت الله يسهل على الجامعة فالله الحم لكم الوليدين الإنسان منعي بشي غادي بشي عن طبيب فهو ما غاديش يقول أنا عند واحد طبيب ده قبط لا غادي نمشي غادي نصلي واحدة رقيعات تقربا إلى الله واستخارة إلى الله عز وجل وغادي نمشي أنت وكل على الله لأنما نتوكل على الله كافاه فغادي نمشي ندير الأسباب مع ذاكي الطبيب ذاكي المرض اللي عندي يصر الله تشافيت فذكي من الله عز وجل ما قدرش الله وما تشافيتش فما غاديش اللوم الطبيب عمش 30 أعطيني السلف ريال ديالي بش دوست ومشо الفرماسيين يعطيني الدوة ديالي اللي خلات من عندك أنت كدير الأسباب والبحث وكتبحث على العلاج كتبحث على العلاج بإذن الله باش تعالج فدائما الله يزالكم بخير الإنسان خاصه يكون عنده اعتقاد يعتقد أن اللي كيشفي هو الله حيث رأي شحامل أعلم بك نتكلم معكم بحلقة شحامل المرة يعني شي أخ ولا شي أخ يقول عودوا لي عليك عودوا لي عليك أنك تخرج الجن في حصة واحدة نقول لي أخويا سمحي لماذا حتى لا أقعك في شيء قد يغضبه الله سبحانه وتعالى وأنسي بنفسي مع الله عز وجل لأن هذا الشيء هذا في الرقية الصرعية لابد من التوكل على الله سبحانه وتعالى لا بالنسبة للراقي لا بالنسبة لمرقي إذا ما كانت توكل على الله عز وجل رفعت الأقلام وجفت الصحف وما تكونش نتيجة بإذن الله الله يفرح الجميع والله يشف الجميع ترجمة نانسي قنقر